طب ومناسبة تتعلم بأماما دي مونة كابعتلنا بتقول أنا متجوزة بقالي أربع سنين وأنا وجوزي متجوزين عن حب والمشكلة يا إيمان أنه بخيل في العواطف مش هقدر أقول في الفلوس قوي لكن يعني اللي بطلبه ممكن يجيبهولي لكن أنا اللي قالولي نصحوني أن أنا عشان ألاقي منه أديله أديله إزاي؟ يعني أنا طول الوقت أنا اللي بسبق بالعاطفة أنا اللي بقوله كلام حل أنا اللي دايما بعمله مفاجآت بجيب له هدايا مميزة وأفضل أفكر إزاي أعمله هدايا حلوة في كل المناسبات وأعمله مفاجآت وحتى بيبقى واستصحابه بيبقى مبسوط جدا باللي أنا بعملهله ودايما بيقول في ظهري كلام حلو لكن المشكلة كلها قالولي يدي أنت خلي عندك عطاء اعملي أنت الحلو عشان يتكسف ويبتدي بعد كده هو يقول كلام حلو أو يعملك زي ما أنت بتعمل بس أنا طول الوقت بعمل حاجات حلوة وهو عادي يعني فأنا مش قادرة أقول عليه بخيل بس المشكلة في الآخر أن أنا مش عايزة سيبه وأنا عارفة أن دي مشكلة في جوذي أنه هو لا بيحب يتكلم كتير ولا بيقول كلام حب كتير وبحبه أعمل إيه هل البخل العاطفي ده بيتغير هل أقدر أعالجه ولا كده خلاص أبتدي أتكيف في حياتي هل أنت راضي عنه يعني اللي سألت السؤال يا بتحبه بتقولك أنا جوذي وبحبه فقالوا لي قول أنت يعني دايما يقولك قول أنت الحلو يعني سبق أنت بالحلو وعمل أنت الحلو لا إحنا عايزين ننصحه ونقوله نصيحة بعد إذنك ما تسيبش زوجتك في حالة من الاحتياج وأن هي تتذلل العاطفة منك غلط لا راجل ولا ست يلعب اللعبة دي اللعبة دي بتؤدي إلى تطفيش أي طرف بتؤدي إلى تطفيشه حرفيا لأنه أوتوماتيك هو هيدور على حد يعمله ده يعمله ده فبالتالي نصيحة بعد إذنك وده لا ينطبق ده لا ينطبق على شركة الحياة بس ولا شريك الحياة جماعة ينطبق على عيالكم كمان ما تسيبوش بعض من غير حضن لطيف وإنت راجع من شغلك لمراتك لعيالك ما تسيبوش جوزك محتاج ده طول الوقت ما تسيبوش أساركم في حالة من الاحتياج النفسي أنه ياريت بابا يقول لي كذا ياريت مراتي تقول لي كذا ياريت جوزي يقول لي كذا ياريت ماما تاخدني في حضنها وتقول لي كذا ترجمة نانسي قنقر